اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في الحوت لغاية ساعات المساء بعدين بيبدأ عملية الانتقال لبرج الحمل طبعا الليلة في خلوه ومسار طبعا بما انه رح يكون في الحوت في البداية فهو في منزلة الرشا وهي المنزلة جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ما رح تدوم كثير يعني مدتها مش فترة طويلة يعني يا دوب رح تكون استمراريتها لغاية ساعة الفجر بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تتشكل بعد الحلقة هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون الساعة 58 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 11 ونص 11 و30 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة رح يكون في خلو المسار خلو المسار رح يكون الساعة 11 و30 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى الساعة 7 صباحا وهذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة 7 الصبح خلاص بيكون ثبت في برج الحمل وبلش يعمل اول زوايا الو رح يكون في البداية هو في منزلة الشرطين هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهو سيء جدا من الافضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة فقط للعلاج لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلقة الشعر تزيين تجميل شغلات من هذا القبيل طبعا بما انه القمر رح يكون موجود في الحمل معناته الفترة القادمة كلها منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا ممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر ايضا على الطرقات من السرعات الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه احنا اقل صبر في التعامل مع الغير يعني من المحتمل انه نقعنا هذا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر طبعا يمكن بامكانكو ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفلة ما طبعا للي بقدروا يعملوا حفلات بالفترة هاي اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تكون ما بعد خلو المسار هي زاوية تزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون الساعة 10 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية القمر بما انه في الحمل يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم 22 اربعة رح يكون في تمام الساعة 12 و 31 دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 37 و 35 دقيقة برضو بتوقيت جرينيتش لينتقل بعدها القمر لبرج الثور عمر القمر لقمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 51 دقيقة فجرا بصير عمر القمر 27 يوم نسبة الاضاءة 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتحركاتها في الفترة القادمة الشمس في الثور حتى عشرين خمسة مزاجها منتحس القمر في الحوت والحمل حتى 22 أربعة مزاجه سعيد عطارد في الحمل حتى يوم 27 أربعة مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة بعدين تبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة المزاجه منتحس حتى ساعات الصباح وبعدين بصير سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب لساعات الصباح فمعناته بظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح يعني بالنفس الشعور اللي أنتوا كنتوا تحسوا فيه خلال اليومين الماضيين حتى ساعات الصباح وبعد ساعات الصباح تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود بكون عندكم جراءة وحرية ثقة بالنفس عالية بتبادروا لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما بالنسبة للوضع المالي البيت الثاني فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط اليوم رح يكون عليكم إما أنه زيادة مصاريف أو مطالبات مالية أو التزمات زيادة يعني أمور سلبية على الوضع المالي رح تكون خلال هذا النهار ممكن يكون فيه ساعتين أو ثلاثة اللي هي في ساعات يعني بعد الظهر أو عنده الظهر تقريبا ممكن يكون فيهم إيجابية ولكن أغلب النهار كله سلبية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث جيد خلال هذا النهار شيئا ما مش بحد كبير ولكن في ساعات الظهر بتصير القوة عالية جدا لدرجة أنه بتقدر تقنع أي شخص بتكثر عندكم النقاشات بيصير معنويات عالية بيصير عندكم رغبة للاتصالات والمواصلات يعني وبصير فيه حث لأبناك وعلى الدراسة أو أمور إلها علاقة في التنقلات والتسويق للأشخاص اللي على رأس عملهم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي فيه نوع من أنواع الضغط رح يكون فعشان هيك شوي رح يكون فيه نوع من أنواع السلبية على مستوى البيت ممكن هي أعطال أو اهتمامات أو شراء حاجيات أو برضو بكون ممكن خلاف أو سوء تفاهم بنجم عنه يعني بكون داخل البيت يعني مع أفراد العائلة فيه منكم رح يهتم بشكل سلبي في الأمور العقارية مستجدات إما أنه أمور إلها علاقة بالأجار وما بيقدر يسدد أجار وبتصير مطالبة عليه أو أنه الأمور بتكون إلها علاقة بترحال أو تنقل أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الأمور العاطفية اليوم برضو مش قوية يعني فيه نوع من أنواع السلبية ظاهرة بشكل واضح تماما على الأمور العاطفية فعشان هيك بنشوف الأمر فيه نوع من أنواع الحدية أو التحسس أو ردات الفعل السلبية ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأجمالا البيت السادس يعني بعطينا شوية إيجابية بتقدر أنت اليوم تنجز الأعمال المطلوبة منك أو تفكيرك كله بيكون بشكل عملي وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي بتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع برضو على مستوى الشراكة أنا شايف الجو ضاغط فيه نوع من أنواع الخلاف أو الحساسية بالتعامل على مستوى الشريك شريك العاطفي طبعا اللي هو الزوج أو شريك المال اللي هو شريكك بالعمل فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو مثلا سوء تفاهم بحدث أو أشياء ممكن أنها تسبب لك بعض الخلافات الداخلية ما بينك وبين الشركة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف روتيني تماما ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى المالي المشترك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمشاكل أو أشياء لها علاقة بأشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يهتم بأوراق قضائية أو أوراق تتعلق في أمور السفر يعني كمراسلات أو استقبال أوراق أو أشياء من هذا القبيل أو الاهتمام في امتحانات ودراسة على المستوى الجامعي كل هاي الأمور اليوم راح تكون إيجابية وفي منكم ممكن ينشط في أمور النقاشات إن كانت سياسية أو دينية أو أمور لها علاقة بلغة جديدة أو ثقافة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني على مستوى العمل وعلى مستوى السمعة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل مع الموضوع على حسب طبيعتك أنت وعلى حسب الوضع اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت 11 يعني ممكن تلوح بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصداقات أو تفقد بعض الأصدقاء أو التواصل معهم خلال هذا النهار يعني ما بتكون أمور إلها علاقة إما بالمساعدات أو اتصالات مصلحة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن خلال هذا النهار يعني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي عليه فعشانك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار وممكن يصير اهتمام بالصحة لبعضكم برج الثور طبعا بتنشطوا في ساعة الليل لغاية ساعة الصباح بيكون هي النشاط ما بين الأصدقاء أو اتصالات أو تحالفات فيه أشخاص رح يقولك ما هي بتكون ليل عندنا بيقولك لا فيه جزء آخر من الكرة الأرضية يعني زي أمريكا وكندا وستراليا وأي المناطق هاي بتكون عندهم نهار لسه فهدولا بنشطوا بعلاقاتهم واتصالاتهم واجتماعاتهم أو لقاءاتهم أو تفقد الأصدقاء أو مشورات أو علاقات أصدقاء أما في ساعات الصباح بدخلوا فترة غير مريحة تلزمهم الانتباع أكثر لصحتهم لأنه القمر هيكي بصير موجود في بيت المتاعب فبضغطهم بشكل كبير للفترة القادمة لحين انتقال القمر لعندهم أما بالنسبة للبيت الأول فمنشوف أنه فيه نوع من أنواع الذبذبة خلال هذا النهار فيه تقلبات في المزاج واضحة تماما راح تكون يعني في الليل لغاية الصباح بتكون مريحة فجأة بعدين بصيروا عصبيين بعدين بصير مريح الجو بعدين برجعوا عصبيين فعشان هيكي فيه نوع من أنواع الحدية والتقلب في المزاج خلال هذا النهار بدها ضبط النفس قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه نفس الشي فيه نوع من أنواع الضغوط أو التقلبات على المستوى المالي ممكن هي اهتمامات بمشتريات أو فوتير أو تجهيزات أو دعم أو عمل بكون متقطع أما بالنسبة للبيت الثالث فبتكثر عندك اليوم الاتصالات أو النقاشات عندك سرعة بديهة عالية قدرة على الإقناع اهتمام بالاتصالات والمواصلات وبرضو اهتمامك بأحد الإخوة وممكن يصير فيه نوع من أنواع حث الأبناء على الدراسة أو ممكن موليد برج الثور اللي هم اللي بكونوا على مقاعد الدراسة بالمرحلة الابتدائية والثانوية اليوم تبدأ عندهم عملية الدراسة أو تحضيرات لامتحانات وبكونوا مستعدين وجاهزين ولكن أهم شيء اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني على مستوى البيت لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا بالموضوع على حسب طبيعتكم أو على مستوى يعني إيش المستجدات اللي بتصير عندكم كل واحد على حسب وضعه الاجتماعي وعلى حسب البيئة اللي هو فيها أما بالنسبة للبيت الخامس فنفس الشيء هو روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي فبتتعاملوا على المستوى العاطفي على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة الموكلة لا إليك صحيح أنه الشمس لسه ما وصلت لدرجتكم ولكن لا أغلب برج الثور ولكن القمر بما أنه في بيت المتاعب فممكن يعطل عليكم بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو ما يكون عندكم القدرة على إنجاز كثير من المهام أو من العمل خلال هذا النهار ويصير فيه نوع من بعضكو يهتم بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى الشراكي مش جيدة يعني فيها نوع من أنواع الضغط العالي جدا فممكن اليوم يصير سوء خلاف ما بين أي اثنين يعني ما بين موليد برج الثور وشركائهم اللي هم أزواجهم بسبب سوء تفاهم بسبب ضغط معين بسبب مشكلة يعني بأي سبب كان ولكنه بيحمل هذا اليوم نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن أنا شايفه جيد على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم تقدر الطالب بدين أو قرض أو باسترداد بعض الأموال أو الاهتمام في أمور إليها علاقة بالمساعدات الحكومية اللي هي مثل سلف أو بعض المستردات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف البيت التاسع جيد برضو على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن برضو الاهتمام بأوراق قانونية أو أمور إليها علاقة بالاستراد والتصدير أو أشياء إليها علاقة إما بالنقاشات أو الدراسات أو بحث معين إليها علاقة بالدين فلسفي سياسي حتى في أمور إليها علاقة بالسفر أو بحضارات أو بلغات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف روتيني تماما على مستوى بيت السمعة ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فكما ذكرنا في بداية التوقعات أن القمر رح يتنقل بيناتهم مرج الجوزاء يعني القمر اليوم رح يتنقل بين البيت العاشر وبيتك 11 فعشان هيك بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وفي مجالات السمعة بدكوا تحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان وبدكوا تواصلوا عمل بدأته فيه من قبل خصوصا في ساعات الليل اللي هو للأشخاص اللي في الجزء الآخر من الكرة الأرضية أما في ساعات الصباح فبيكون نشاطكم ما بين الأصدقاء ولقاء الأصدقاء أو التواصل معهم أو الاهتمام في شؤونهم أو تفقدهم أو استشارتهم في مسائل معينة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول إجمالا يعني فيه نوع من أنواع الهدوء اليوم يعني بتحس أنه فيه نوع من أنواع الراحة أو نوع من أنواع الدعم فبتلاقي ثقتك بنفسك عالية جدا عندك نوع من أنواع الجراءة اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المكلة لليلك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف فيه تقلب اليوم على المستوى المالي في ذبذبة يعني مرات بتكون الأمور إيجابية مرات بصير فيه مصاريف مرات ممكن يتيح لك الوضع شوية فرص ممكن يكون فيه سداد ديون أو مطالبات ديون أو ممكن يكون فيه مصاريف كثيرة عليك خلال هذا النهار أو التزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث إيجابي يعني ما بدأ نقول بقوة إيجابية ولكن أبعطيك نوع من أنواع الإيجابية الاهتمام بأمور الأعلاقة بالتسويق أو التواصل أو الاتصالات أو إشيه علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات أو فيه أشياء العلاقة إما بحث أبناك في الدراسة أو أنت بتهتم بتجهيز لمناقشة أو لمشروع معين أو البحث عن مشروع معين الأطفال اللي عندهم الأبناء اللي عندهم امتحانات خصوصا ما بين المرحلة الابتدائية والثانوية هذولا بنقولهم بدكوا تدرسوا بشكل جيد واهتموا بدراستك الوضع جيد إجمالا ولكن بدكوا الانتباه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فنحكي أنه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس يعني بيخليك اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك عندك قدرة على إنجاز الأعمال والاهتمام بشؤون صحية وحتى أنه اليوم ممكن يكون فيه يعني أشياء مفاجئة على المستوى العملي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف عن مستوى الشراكة برضو متقلب الوضع ما بين إيجابي وسلبي فبتلاقي اليوم لحظات بتكون مبسوط لحظات بتصير زعلان لحظات بترجع مبسوط يعني بيتقلب حتى العلاقة العاطفية ما بينك وبين الشريك خصوصا الزوج أو الزوجة بتكون متقلبة فيها نوع من أنواع الحدية أو النقاشات اللي بتيجي على أكثر من مرحلة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن يعني شوية مش كثير يعني بيعطيك نوع من أنواع الحظوظ فبنقدر نحسبه إحنا بشكل روتيني على حسب الوضع اللي أنت بتعيش فيه وكيف طريق التعاملك وتعاطيك مع الأمور المالية المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه إيجابي اليوم بدعمك بشكل قوي فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تفقدهم أو ممكن مراسلات أو الاهتمام بأشياء اللي علاقة بدراسة معينة أو لغة معينة أو نقاشات وجدالات اللي علاقة بالأمور إما العملية أو أمور إلها علاقة بالسياسي والدين والفلسفي وأشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه أنت تحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تستفيد من هاي الأجواء بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب أنا شايف أنه إيجابي ما في أي سلبيات فعشان هيك بنعتبر الفترة هاي من ساعات الصباح هي من أفضل الفترات اللي أنت رح تمر فيها خلال الفترة القادمة برج السرطان يعني من ساعات الليل لغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد خصوصا للأشخاص اللي موجودين في أمريكا وكندا لأنه الوقت عندهم بيكون نهار أدولة هم اللي بيكون عليهم لازم يكونوا مستعدين أو في المناطق اللي بتكون عندهم اللي بتكون عندهم بليل اللي بتكون عندهم نهار هدول الأشخاص بدهم يكونوا مستعدين أما في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية طبعا القمر رح يتقلب ما بين التاسع والعاشر يعني البيتين التاسع والعاشر فعشان هيك الأمور بتتطلب منك الانتباه على مستوى البيتين هدول الاهتمام عليهم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى نفسي متقلب رح تكون خلال النهار يعني في الليل بتكون جيدة ولكن خلال النهار ممكن يصير في بعض التقلب في المزاج يعني نوع من الحدية العصبية أو التقلب السريع أما بالنسبة للبيت الثاني فبرضو بيعمل نوع من أنواع التقلب على الوضع المالي يعني التزامات مصاريف اهتمامات جدولة فوتر أشياء من هذا القبيل كلها بتكون في خلال هذا النهار يعني خلال اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فمنك رح ينشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو الامتحانات أو النقاشات أو التسويق أو أمور إلها علاقة بالحركة يعني وفي بعض كور رح يحث أبنائهم أو يساعدهم على عملية الدراسة خصوصا المراحل الابتدائية والثانوية واللي على مقاعد الدراسة من مواليد برج السرطان بدهم يعني نحكي لهم الفترة جيدة ولكن برضو أنه لازم أنهم يستعدوا بشكل أفضل ما يعتمدوا على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جيد على مستوى البيت بدعمك بأجواء جيدة خلال هذا النهار في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم مع أفراد العائلة ممكن يصير بعض الخلافات أو بعض النقاشات الطفيفة أو بعض الأعطال اللي بتطلب منك الاهتمام ولكن إجمالا على مستوى البيت الأمور مسيطر عليها أما بالنسبة للبيت الخامس فبيت الخامس شوي بيضغطك على المستوى العاطفي فعشان هيك ممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين الحبيب هذا النهار أو تكتشف شيء أو يتصرف تصرف ممكن أنه يزعجك أو يسبب لك نوع من أنواع النفور أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة للا إلك وبالعكس يعني عندك رغبة بالعمل كثير والاهتمام حتى بيكون بالوضع الصحي بيكون جيد جدا أما بالنسبة للبيت السابع برضو العلاقة مع الشركاء رح يكون فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك يحاولوا تمسكوا عصاب كل يوم من التعامل مع الأحباء أو الأزواج لأنه شوي طبيعتكم اليوم فيها نوع من أنواع الحدية فممكن ينتج أي تصرف يكون فيه عصبية فيولد مشاكل أنتوا بيغنى عنها أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو شبه روتيني يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى اللي علاقة في الأموال المشتركة يعني شايف أنا الأمور طبيعية فعلى حسب طبيعتك وحسب طبيعة نشاطك بيكون هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بتنشط على مستوى الاتصال مع أشخاص أو أصدقاء أو معارف للتواصل معهم أو ممكن حتى طلب المساعدة منهم أو أشياء لها علاقة بالتفقد أو التواصل الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف لغاية ساعات الصباح ما في أي مشاكل ولكن من ساعات الصباح بدك تدير بالك حاول لأنه ما ترهق حالك كثير إنجز العمال المهمة والضرورية ما تحاول أنك ترهق حالك راقب وضعك الصحي وخذ قصد كافي من الراحة برج الأسد في ساعات الليل ممكن بعضكو خصوصا اللي من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية اللي بتكون عندهم نهار يمكن يشتغلوا على أمور إلها علاقة بتفحص حساب مشترك أو أمور مالية أو خطوات تجارية أو أمور إلها علاقة بخطوات بديون التزامات قروض أشياء من هذا القبيل أما في ساعات الصباح بدخل عندكم طاقة كبيرة بتدعمكم للفترة القادمة بتنشطوا في مجال الدراسة وأمور متعلقة بالسفر أو التنقلات أو المراسلات الخارجية أو الاتصالات فعشان هيك القمر بتواجد ما بين البيت الثامن والبيت التاسع خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور لغاية ساعات الصباح بيكون فيها نوع من أنواع الضغط ولكن من ساعات الصباح تبدأ الأمور تمشي بالاتجاه صحيح بظهر فيه عندكم طاقة كبيرة مشحونين بطاقة بتقدروا تبادروا بعمل أي شيء خلال هذا النهار بثقة أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور على المستوى المالي في نوع من أنواع الضغط فيها اليوم فعشان هيك الأمور المالية بتكون تحذروا من المصاريف حاولوا ترتبوا التزاماتكم ومصاريفكم جايكم دفعات أو التزامات للفترة القادمة فهي بحاجة لنوع من أنواع الحرص أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات أو الاهتمام فيهم أو النقاشات أو التسويق أو حتى الحركة الحظ بدعمكم بالفترة هاي بشكل إيجابي في منكو ممكن يدخل بنقاشات اليوم ويقنع أشخاص بوجهة نظره اللي بيشتغلوا في مجال التسويق وهم مع رأس عملهم اليوم بيبدعوا بشكل جيد يعني الأمور جيدة في منكو رح يحث أبناهم على الدراسة أو ساعدهم في أمر إلو علاقة بالامتحانات أو الدراسة يعني الدعم جيد في منكو رح يكون له نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جيد جدا خلال هذا النهار بدعمك بشكل قوي لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح نعني بنقول في ساعات الظاهرة ممكن يصير فيه بعض ضغط على أمور البيتية ممكن حدية في الطباع تصرف تتحسس من وراء يكون فيه عندك نوع من أنواع العصبية التزامات أعطال منزلية بتهتم فيها مشتريات بتهتم فيها المهم أنه رح يكون فيه نوع من أنواع الضغوط بتطلب منك نوع من أنواع التروي والعقلانية لحل هاي الأوضاع أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الروتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار بتتعامل بالأمور العاطفية على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى العملي فأنت جيد أمورك وعندك طافة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بالعكس حتى عندك اهتمام بالصحة بشكل جيد يعني الأمرين اليوم بيعمل النوع من أنواع التوازن عندك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فبدك تحذر من أي خلافات إلها علاقة بالشراكي فممكن أنها توتر الأجواء أو تخلق بعض المشاحنات أو ممكن نوع من أنواع الاستفزازات حاول أنه تمسك عصابك وما في داعي للإنفعال والتهور لأنه ممكن تصير مشكلة كبيرة وتستمر لأسابيع لو الدم فحاول أنه الفترة القادمة كلها فيها ضغط على مستوى بيت الشراكي حاول أنك أنت تتوازن بالفترة هاي عشان ما تختلق المشاكل أو تكون سبب فيها أو تكون حمل عليك أما بالنسبة للبيت الثامن والتاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر بتنقل بينهم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور جيدة على المستوى العمل وعلى مستوى الاهتمام بأمور لها علاقة بالوضع الاجتماعي وبرضو في أمور السمعة برضو هدولا كل هالأمور أنت محافظ عليها بشكل قوي بالنسبة لبيتك 11 ممكن اليوم يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين صديق أو ممكن يتصرف تصرف أو يهملك بمسألة معينة أو يذايقك بكثرة طلباته أو يعني يلزمك بشيء فتحتد وتعصب خلال هذا النهار فحاول بقدر الإمكان تمسك عصابك ما في داعي لا للحدية ولا العصبية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو آمن خلال هذا النهار ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل مع الوضع على حسب طبيعتك وعلى حسب الظروف إجمالا بتقدر تنجز الأعمال الضرورية بتقدر تراقب وضعك الصحي عندك نشاط مفعن بالنشاط ولكن أنه باقي الأمور أنت بتتحكم فيها مرج العدراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكم في عدد تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر رح يتنقل ما بين بيتك السابع وبيتك الثامن فعشان هيك التقلب رح يكون يعني سريع وفي نفس اللحظة ممتزج النهار ما بين أمور العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية ومع الشركاء ومع الزوجة وهي الأمور هذا الأجواء اللي رح تكون طاغي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول اليوم نفسيتك رغم أنه تواجد القمر مقابل لإلك وبدو يتحرك لبيتك الثامن يعني بشحنك شوي بنوع من أنواع الطاقة والإيجابية بالعكس بتشوف نفسيتك أحسن مرتاح أكثر اليوم في عندك نوع من أنواع الحيوية عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي رغم أنه الجو مشحون وانت مضغوط من أحداث سابقة ولكن أنه برضو بتقدر تتفوق على هذه النقطة إن شحنت حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني جيد برضو خلال هذا النهار يعني بدعمك شوي على الأمور المالية ممكن منك يحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أو يكون في عنده نوع من أنواع الإجتهاد لمشروع معين أو فكرة معينة تجيب له فلوس أو الاهتمام بأشياء العلاقة ببعض المستردات المالية أو المنح أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بمنحك بقوة هائلة جدا لغاية ساعات العصر تقريبا بيكون عندك نشاط عالي جدا ممكن تنجز كثير من الأعمال والمهام خلال هذا النهار وفي منكم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بيكونوا مبدعين اللي بيشتغلوا في مجال الاتصالات والمواصلات برضو رح يكونوا مبدعين في ناس رح تهتم بأمور إلها علاقة بالتليفونات أو بالسيارات أو بالتنقل من مكان لمكان أو التواصل الكثير مع المجتمع ولكن بدكوا تحذروا من ساعات العصر بيغلب عليك نوع من أنواع ردات الفعل أو الحساسية أو العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جيد خلال هذا النهار يعني لغاية ساعات الظهر الأمور ممتازة جدا ما فيه أي شيء بالعكس عندك أنت اهتمام عالي على مستوى العائلة وأفراد العائلة والأسرة ولكن من ساعات الظهر بصير الأمر شبه روتيني بتتعامل فيه على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على حسب طبيعتك اليوم أنت بتتعامل ما فيه لا إيجابية ولا سلبية بتأثر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وعندك رغبة على العمل يعني عالي شوي الاهتمام بالصحة برضو بكون مميز أما بالنسبة لبيتك السابع فعلى مستوى البيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون نوع من أنواع التواصل التفقدي أو أمور الهلاقة بالعمل أو بالسفر أو أوراق معاملات أشياء من هذا القبيل فيه منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو مطالبات قانونية وفيه منكم ممكن يكون عنده اليوم اهتمام أو رغبة في لغة أو ثقافي أو اطلاع على شيء مميز أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى البيت العاشر يعني الأمور جيدة للأشخاص اللي على رأس عملهم إنه لغاية ساعات العصر تقريبا بيقدروا ينجزوا كل العمال المطلوبة منهم ما عندهم أي مشاكل بمساعدة صديق بمساعدة رئيسهم بالعمل بينجزوا كل العمل ما في أي شيء ولكن بعد ساعات العصر تقلب نوع من أنواع الحدية عندهم فما في داعي لا للتهور ولا للمغامرة ولا لتشويه السمعة بدك تمسك أعصابك قدر الإمكان ما في داعي للإنفعالات أما بالنسبة للبيت 11 فبيتك 11 بدعمك بقوة على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن يعزز لك صداقة أو اتصالات مع أصدقاء معينين بجلب لك نوع من أنواع الحدود أو ممكن يكون في بعض المكاسب من علاقة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيتطلب منك شوي أنك تنتبه لصحتك حاور تأخذ قصد كافي من الراحة إنجز العمال الضرورية فقط وراقب وضعك الصحي أهم نقطة برج الميزان يعني ساعات الليل كلها بتكون يعني هي مواصلة أعمال اللي هي الفترة الماضية أو الالتزامات الفترة الماضية أو الأشياء اللي كنتوا خلال اليومين الماضين مشغولين فيها هي نفسها اللي بتظلها مستمرة طيلة ساعات الليل في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم أو تقارب مع الشركاء أو يعني نوع من أنهار يعني تطوير العلاقة ما بينك وبين الشريك يعني القمر راح يتنقل ما بين بيتك السادس وما بين بيتك السابع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور الجيدة على المستوى النفسي رغم أنه القمر راح يكون مقابلك مباشرة إلا أنه أنت مشحون بشوية طاقة خلال هذا النهار يعني لسه الأمور ما وصلت لحد الحامي بيتقلب المزاج اللي راح يبدأ معك بالأيام القادمة فاليوم لسه أخف الأيام بتكون على المستوى النفسي أو على المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي يعني بدعمك بأشياء لها علاقة بالأمور المالية بتجيب لك بعض الفرص خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بتجيب لهم فرص من عمل إضافي الأشخاص اللي لهم أموال ممكن اليوم يحصلوا على بعض الأموال وفي منك راح يحصل على شيء العلاقة بمساعدة أو هبة أو هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على المستوى الثالث النشاط عالي جدا طاقة عالية جدا لإنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات أو أمور العلاقة بحث الأبناء على الدراسة أو هو على مستوى الشغلات اللي إلها علاقة بالحوارات أو بعض البرامج الدراسية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بعزز العلاقة على مستوى العائلة على مستوى البيت بيعمل نوع من أنواع التقارب الأمور جيدة دعمتك بقوة هائلة جدا فعشان هيك الأجواء مناسبة جدا لإلك ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بكل هدوء وثقة في منك راح يهتم بأمور العلاقة بالمنزل صيانة ترتيب أشياء من هذا القبيل ولكن أن الأمور كلها تمشي بالجانب الإيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي فعشان هيك تتعامل أنت على حسب طبيعتك وعلى حسب طبيعة الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار برضو الأمور المالية المشتركة بتتعامل فيها على حسب طبيعة وضعك أما بالنسبة للبيت التاسع فبغلب عليك اليوم كثير من الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو ممكن أشياء لها علاقة بالدراسة دراسة لغة ثقافة جديدة اللي عندهم امتحانات جامعية أو دراسة جامعية اليوم بيبدعوا وعندهم رغبة للدراسة والاستعداد للدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى العمل فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا كثير من المهام هم وزملائهم بالمساعدة مع زملائهم ورؤسائهم بالعمل وبتكون أمورهم جيدة ومحافظين على سمعتهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني بعلاقاتك مع الأصدقاء على حسب طبيعتك فما في شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه قوة هائلة جدا بتدعمك اليوم على المستوى بيت المتاعب فعشان هيك ما في داعي للخوف ولا للارتباك ولا حتى للوسوسة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برضو عشان أنت تحافظ على صحتك وعلى مكتسباتك وانتبه لأدويتك وأغذيتك بتكون أمورك ممتازة برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الخامس لألكم وبدو ينتقل على البيت السادس فعشان هيك بتظل الأمور العاطفية قوية عندكم وبميل أحبائكم للتجاوب معاكم لغاية ساعات الصباح بعدها بنتقل الاهتمام كله بصير على اهتمامك على مجال الصحة وعلى مجال العمل يعني بصير فيه عندك كثير من الالتزامات على المستوى العملي وبرضو تهتم بشؤونك الصحية أو بكون فيه نوع من أنواع التوتر أو التعب الصحي بدكوا تنتبهوا أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الأول لأن في عندكم طاقة ونفسيتكم جيدة شيئا ما يعني هي روتينية ولكن أنه برضو أنت مشحون الطاقة عندك ثقة بنفسك عالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا اللي بأزمك شوي اللي هي التقلبات أو الأفكار المالية أو الترتيبات المالية أو الالتزامات المالية أو المواضيع اللي إلها علاقة في الوضع المالي في منك رح يكون عليه الالتزامات دفعات أو مشتريات وفي منك رح يحصل على جزء بسيط من الأموال يا إما بيجي من عمل إضافي يا نوع من الهدية أو يعني على حسب وضعكم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث جيد جدا على مستوى الاتصالات بدعمكم بطاقة كبيرة ممكن اليوم تبحثوا في موضوع العلاقة بالاتصالات أو تليفونات كمبيوترات أو حث أبنائكم على الدراسة أو اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بيبدعوا بشكل كبير في منكم ممكن يهتم بمسائل العلاقة بحث أبنائهم على الدراسة أو مساعدتهم بالدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الرابع مدعمين بطاقة كبيرة فممكن اليوم يكون عندك بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالمنزل مثل تغيير ديكور أو أمور إلها علاقة بالإنجازات الداخلية اهتمامات بترتيبات مصالحات لقاءات اجتماع ودي بينك وبين العائلة في نوع من أنواع الفرحة أو التقارب يعني يوم إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في داية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط عليك خصوصا بينك وبين الشريك رح يعلى بشكل واضح تماما خلال ساعات النهار لساعات العصر حاول أنك أنت تمسك حالة قدر الإمكان على أساس أنه ما تكبر المشكلة وتصير مشكلة من لا شيء يعني قابل الأمور للفترة يعني لو صبرت شوي بتتحسن الأجواء في ساعات العصر وبترجع لأمور طبيعية ما فيه ولا أي شيء ولكن الموضوع ما بتطلب منك الحدية أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن يعني شوي بدعمك شيئا ما على الوضع المالي ولكن أنه برضو بيعمل نوع من أنواع المطالبات والالتزامات عليك أكثر من الداخل فعشانك الضغط المالي واضح رح يكون خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل تتعلق في أشياء إلها علاقة بسفر إلها علاقة بأوراق قانونية إلها علاقة بدراسة يعني فيه نشاطات على الثلاث مستويات هاي اللي أنا ذكرتها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتحاول أنك تتعامل على حسب طبيعتك وحاول أنك ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء والعلاقات العامة وممكن اليوم التواصل ودعم وضعك بالأصدقاء أو ممكن استشارتهم بمسألة معينة أو ممكن طلب المساعدة منهم أو هم ممكن يطلبوا المساعدة منك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر خلال هذا النهار أنه الوضع الساعات الليل لغاية ساعات الظهر في نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب فبدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تهمل أمورك وحاول أنك أنت تعمل العمل الضروري تخلد للراحة تأخذ نفس ما تتهور وما تتسرع برج القوس تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم لأن القمر موجود في البيت الرابع اهتمامكم رح يكون على مستوى البيت أهم شيء أنه ما تحدثوا أي تغييرات على المستوى البيت تحاول أنك أنت تكون شوي في نوع من أنواع روتينية عندك أفضل من أنك أنت تبادر بشيء وممكن يكون سلبي في ساعات الصباح بتزداد رغبتكم بالتقرب والتفاهم مع حبائكم بيكون عندكم شغف عاطفي العواطف بتكون تجهة اتجاه الرغبة للتواصل مع الحبيب أكثر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفس اليوم بالعكس أنت مشحون بطاقة كبيرة ثقتك بنفسك عالية في نوع من أنواع التوازن الإيجابي رح يكون عندك خلال ساعات النهار يعني بتدعمك بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية شوي ممكن ترهقك خلال الفترة هاي ممكن تفكر في بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو فوترة بعض الأمور أو حتى أنه أنت بتبادر بمطالبات مالية ولكن أنه بتكون الأمور وعود بدون تنفيذات أو تنفيذ أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بدعمك على مستوى النقاشات والاتصالات والتواصل والاهتمام باللي حواليك أو ممكن رغبة بالدراسة أو الاطلاع على موضوع معين أو حث أبناك على الدراسة يعني عندك قدرة عالية بالنقاش وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تحضر أنه في ساعات المساء رح تكون العصبية غالبة عليك أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس شوي يعني أنا بنصحك أنك تنجز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري وما تخلي الأعمال الضرورية لازم تنجزها دكتراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تغامر خلال هذا اليوم بأي أمور إلها علاقة بالعمل بالعكس اليوم اهتمامك بده يكون على الأعمال الضرورية ومراقبة وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع برضو بضغطك على مستوى الشراكة فعشانك ممكن يغلب على طبعك اليوم التقلبية في التعامل مع الشريك ما بين حدية وما بين ليوني وما بين تجاوب ما بين تصالح بعدين حدية مرة ثانية فبده يكون في تقلب عندك خلال هذا النهار على مستوى التعامل مع الشركاء أو الأزواج بدك تمسك حالك قدر الإمكان من الانفعال أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو شوي ممكن يجيب لك بعض الأمور يعني أو رد أو خبر عن موضوع أنت طالبت في الفترة الماضية نوع من أن مع المساعدات أو الدعم فممكن اليوم تحص الرد إما إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى البيت التاسع بالاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بأوراق أو المراسلات أو الاتصالات بخصوص أمور بتتعلق بسفر أو عمل أو أمور علاقة بالتفقدية لأشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يهتم بشؤون دراسية أو يكون عندهم امتحان أو دراسة أو تجهيز لموضوع معين أو مشروع جامعي كل هاي الأمور بتكون إيجابية وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بدعمك على مستوى بيت السمعة ما فيه أي مخاطر ما فيه أي ضرر بالعكس الأمور أنت مسيطر عليها بشكل إيجابي وبتدعمك بقوة فعشان هيك اليوم إيجابي في هذا الاتجاه أما بالنسبة لبيت العلاقة مع الأصدقاء فهو ضاغط بشكل سلبي عشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان من أثناء التعامل مع الأصدقاء ما تترك للأصدقاء هم يدخلوا في شؤون حياتك أو في حياتك حط حدود تعامل بثقة في نفسك وما تخلي سرك عند حد وبرضو ما فيه داعي أنك تعصب كثير يعني حاول أنك أنت تستفيد من التجربة حتى لو خسرت ولكن الخسارة بالوقت هذا مكسب أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب مدعومة تقدر اليوم تحافظ على صحتك وتدعم حالك بطاقة إيجابية عالية جدا وممكن أنك أنت تهتم بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة مرج الجدي طبعا اليوم اللي بيتقدم لامتحان وخصوصا في من ساعات الليل لغاية الصباح أو مستمرة لغاية يعني من الآن لغاية الساعة الصباح اللي بيتقدم بامتحان يجب أن يركز بشكل جيد على امتحانه يدرسه يستعد بشكل جيد شوي الأمور ما لازم تعتمد فيها على الحضود من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية أو بتطغى عليكم الأجواء البيتية أو أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة يعني الاهتمامات كلها بتصير على مستوى أي شيء إلو علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد عن المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية وعندك ثقة بالنفس عالية جدا ممكن تنجز كثير من الأعمال والمهام خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا بلاقي الأمور المالية ما زالت ضاغطة أو فيها نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك اليوم إما كثرة مصاريف أو التزامات أو أمور إلها علاقة بأوراق أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل إلها علاقة بالمادة ضاغط عليك بشكل كبير أهم إشي أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس برضو في نوع من أنواع الضغط العصبي ممكن توتر أو سوء تفاهم أو أفكار أو حساسية أو تحسس من موقف معين حاول قدر الإمكان أنك ما تتجاوب مع هاي الأمور على أساس أنه أنت ما تدخل بفترة سلبية بإعلاقاتك العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الأعمال اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك والمهام بالعكس يعني عندك طاقة كبيرة لإنجاز الأعمال والاهتمام حتى بوضعك الصحي رح يكون جيد اليوم ممكن تهتم بمسألة بتتعلق فيك أو بأحد الأحبة صحيا ولكن بالنسبة للعمل اليوم أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه في ضغط كبير موجود عليك على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك فحاول قدر الإمكان أنك ما تتجاوب للاستفززات أو للعصبيات أو للأفكار أو للنقاشات على أساس أن الأمور ما تنشحن الفترة هاي بنوع من أنواع الطاقة السلبية أو نوع من أنواع المشاكل اللي أنت بيغنى عنها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو روتيني على المستوى الأموال المشتركة يعني على حسب طبيعتك ووضعك ممكن أنت تتحرك بهذا الاتجاه أما بالنسبة للبيت التاسع فبضل الأمور الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو المعاملات يعني هي اللي ظهر على الساحة في منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات إلها علاقة بالقضاء أو أمور محاسبية يعني الأمور إجمالا على كل هذا البيت رح تكون إيجابية دراسة أوراق معاملات نقاشات كلها هاي إيجابية بتمشي بالاتجاه الصحيح أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة شوي اليوم بدك تدير بالك ما تحاول أنك تشوه سمعتك بأي تصرف بالعكس بدك تحافظ على سمعتك لا تخالف قوانين ولا تدخل أي شيء مشبوه أو أي شيء ممكن يجيب لك خلافات قانونية أو غير قانونية بدك تحاول أنك أنت تكون يعني حذر في التعاملاتك حتى على مستوى عملك حاول الأشخاص اللي على رأس عملهم ما يتأخروا ما يتغيبوا ما يدخلوا بخلافات أو جدالات ما بينهم بين زملائهم ورؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيت 11 فأنا شايف أنه شوي في بعض الاتصالات أو تعامل مع بعض الأصدقاء في مسائل لإلها علاقة إما بالمشورة أو بالتشاور ما بينك وبينهم أو بالمساعدة أو طلب المساعدة أو حاجة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن بالعكس يعني دعمك بشكل إيجابي أنه ما حدا يقدر يؤذيك بدون ما أنت تعرف أو بالخفاء فعشان هيك أمورك مطمئنة بالنسبة لبيت المتاعب في الفترة هذه كلها حتى نهاية الشهر يعني حاول أنك ما تتوسوس وما تتخوف من أمور بالعكس الأمور ماشي باتجاهك بتقدر تنجز الأعمال الضرورية وتقدر تراقب وضعك الصحي وتهتم بوضعك الصحي عندك اهتمامات بأمور الأعشاب والتغذية والأمور هاي كلها هاي إيجابية برج الدلو لغاية ساعات الصباح من الآن لغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية أو أي شيء ثمين حاولوا ما تصرفوا فلوسكوا على أشياء أنتوا مش بحاجتها يعني بس مجرد أني أنا بشتري أشياء هيك الوضع ضاغط ماليا فيه ممكن يكون فيه بعض التراكمات المالية أو بعض المطالبات المالية بدك تكون حذر منها خفف من النفقات أما في ساعات الصباح وحتى المساء بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات والتواصل والبحوث والاهتمامات الدراسية والاهتمامات بأمور الاتصالات والمواصلات حث أبنائكم على الدراسة كلها هاي الأمور بتنشطوا فيها بشكل قوي وبكون البيت هذا داعمكم بشكل قوي خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فبيت الشخصية عندك شوي اليوم معنوياتك بترتفع أكثر وخصوصا في ساعات الصباح وبتصير مدعوم الطاقة كبيرة لدرجة أنه أنت بتقدر تنجز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني وثالث كما ذكرناها بالنسبة للبيت الرابع فيه يعني اهتمامات سلبية على مستوى البيت أو على مستوى أفراد العائلة ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار ممكن تكون أعطال أو مشاكل منزلية أو بعض سوء التفاهم أو ممكن مشتريات أو ترميمات أو تصليحات بتكون ضغطيتك بشكل كبير أو فيه أشياء لها علاقة بالبيت على حسب وضعك ممكن ناس بترحل ناس بتطلع من بيتها بتنقلع بيت جديد أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي بدعمك عاطفيا اليوم أحسن من يوم أمس وبصير في تواصل ما بينك وبين الحبيب جيد ممكن تحسن من الأمور ما بينك وبينه أو قدرة التواصل ما بينك وبينه فالأمور مطمئنة وجيدة بتقدر تستغلها بإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فشايف البيت السادس بضغطك على مستوى العمل وما زال ضغطك هو بالفترة الماضية فعشان هيك شوي بتطلب منك نوع من أنواع الانتباه ما تخلي الأعمال تتراكم وما تأجل الأعمال حاول أنك تجد حلول سريعة للضغط العملي يعني ضايل له تقريب الأسبوع وهو في هذا في هذه الحالة فحاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تسعى باتجاه شيء يكون يساعدك أما بالنسبة للبيت السابع والصحة في البيت السادس فالصحة ممكن شوي يكون فيها بعض التعب أو الإرهاقات أو ممكن نقص أو ضعف في الجسد عندك بشعرك بالتعب والإرهاق أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور في البيت السابع برضو ضغطة فعشان هيك علاقتك حتى مع الشريك اليوم بتكون حادي جدا حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تمشي الأمور بدون عصبية وبدون جدال وبدون نقاش عشان الأمور تمشي يعني تتجاوز الفترة هاي هي اليومين يعني اليوم وبكرة محتملي يكون فيها ضغوطات وبعدين الأمور بترجع ل نصابها وبترجع لأمور جيدة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف البيت الثامن شوي يعني بيحمل نوع من أنواع الإيجابيات فممكن اليوم تحصل خبر بمساعدة أو بدعم أو بأمور إلها علاقة يعني بدين أو قرض أنت كنت طالبها في الفترة الماضية فاليوم يجيك خبر إيجابي أما على مستوى البيت التاسع فهو روتيني تماما على حسب علاقاتك أنت بتتعامل فيه على اتصالاتك أو امتحاناتك أو دراستك أو الأمور القانونية أو القضائية كلها هاي بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني برضو فعشان هيك ما فيه أي خوف على مستوى بيت السمعة وأعمال أشخاص اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة بيعملوا بشكل روتيني أما بالنسبة لبيت الأصدقاء بيتك 11 فهو بدعمك بشكل جيد بالأصدقاء فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أصدقاء أو لمشاورتهم أو لطلب الدعم منهم أو المساعدة منهم أو بيكون حتى لو اجتماع ودي أو لقاء ودي أو اتصالات ودية تطمن عليهم المهم اليوم هذا فيه مكاسب وفيه إيجابيات على مستوى هذا البيت أما بالنسبة لبيت المتاعب فيه إيجابية تكسر قاعدة الروتين من بيت المتاعب فعشان هيك ما تخاف من شيء الأمور محمية بإذن الله وإن شاء الله إنها بتمشي بشكل جيد بدون أي مشاكل وبدون أي صعوبات وبتقدر تنجز أعمالك الضرورية بتقدر تبحث عن سبيل لتحسين الأوضاع اللي أنت فيها حاليا وفي نفس اللحظة ممكن تهتم بشؤون صحية بشكل جيد أو فحوصات روتينية برج الحوت يعني بتظل الأمور لغاية ساعات الصباح وأنتو عندكو نشاط عالي جدا وقدرة عالية جدا حتى طول النهار يعني بظل استمرارية أنتو مشحونين بطاقة طولة اليوم راح تكون عندكو نشاط عالي جدا يعني بشكل مميز جدا أما نصيحتي أنا ما تبادروا بعملي جديد لأنه خلوا مسار طويل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح حابتنهمكو في ضبط ميزانيتكو والأمور اللي إلها علاقة بالمشتريات والمال فعشان هيكي بنقولكو بس أنه تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وراقبوا أموركو المالية بشكل جيد ممكن يكون في بعض الضغطات المالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثالث يعني فيها نوع من أنواع الضغط والعصبية أو الحدية في الطباع فحاول قدر الإمكان تمسك حالك وما تعصب وما تنفعل يعني الأجواء جيدة ممكن أنت عندك سرعة بديهة عالية عندك قدرة على الإقناع عالية عندك رغبة بالدراسي أو البحوث برضو غالق عالية جدا بنقاشاتك جيد جدا يعني الأمور بتدعمك بشكل جيد ولكن العصبية هي اللي بتغلب على طبعك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي على مستوى البيت بدك يدير بالك من الضغطات بتحمل نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت ممكن التزامات الزيادة أو أعطال أو اهتمامات عائلية أو مشاكل عائلية أو أحد أفراد العائلة بيعاني من مشكلة فبتكون مأرقيتك بالفترة هاي أو بتكون ملفة انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي يعني منحكي الأمور الروتينية ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل مع الحبيب أنت بشكل روتيني ممكن يكون لبعضكم اهتمامات إلا علاقة بالفنون بالهوايات بالقراءة بأشياء بالأفلام حضور أفلام بالفترة هاي يعني كل الأمور على هذا المستوى يعني إن شاء الله إنها بتكون إيجابية ودعميتك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه على الوضع الصحي والعملي ممكن أنك أنت اليوم تلتهي عن إنجاز بعض الأعمال والمهام المطلوبة منك ويتراكم العمل عندك شوي فحاول قدر الإمكان أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تترك الأعمال تتراكم وحاول تنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة لوضع الشراكة فأنا شايف أنه فيه ضغط على مستوى بيت الشراكة يعني بسبب لك نوع من أنواع النفور بينك وبين الشريك حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تكبر الفجوة وتزيد الخلاف ما بينك وبين الشريك كل اليوم وبكرة وبتنتهي الأمور فما فيه داعي أنك تعمل مشاكل وتخليها تستمر لأيام أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فيه نوع من أنواع الضغط المالي زي ما كتذكرنا وممكن اليوم يصلك خبر يعني أنك أنت لجأت لبعض الأشخاص طلبت منهم شيء ولكن اليوم يفشلوك ويقولو لك أنه ما زبط أو ما منقدر أو ما في مجال المساعدة أو ممكن يصير عليك بعض المطالبات المالية ما تيأس الأيام الجاية فيها بتحملك بعض البشائر ممكن أنها تحسن هذا الوضع أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف البيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو إلها علاقة بالدراسة أو السفر كلها هاي الأمور إيجابية وبتدعمك بشكل جيد جدا وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية ممتاز أما بالنسبة لبيتك العاشر فعلى مستوى يعني بيت السمعة محمية سمعتك محمية بالعكس علاقاتك جيدة حتى على مستوى عملك بتقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار على مستوى العمل بمساعدة زميل أو بمساعدة رئيسك بالعمل ففي دعم كبير إلك في هذا الباب أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن مستوى علاقاتك مع الأصدقاء محصورة بأصدقاء معينين أو بأشخاص معينين أما اتصالات تفقدية أو نوع من أنواع الإطمئنان عليهم وفيه إشي كأنه حاسس أنت فيه خلاف أو فيه شغلة بالخفاء بالدور بتحاول تحقق منها أنت خلال نهار هاد حاول أنك أنت تركز مزبوط والأمور رح تتكشف لك بشكل عقلاني أو بشكل واضح بمعنى آخر أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن تماما ما فيه أي خلاف عليه فعشانك ما فيه داعي للخوف أو للتوهم أو الوسواس بالعكس الأمور جيدة وآمنة وإن شاء الله ما بصير غير كل خير حاول تنجز الأعمال الضرورية وتراقب وضعك الصحي يعني هاي أهم النقاط هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء